صح اللي تعمل في المصائف. بوسي هون مبدئيا ان المصيح في ده المكان اللي انا عايز اروح فيه. لان انا بقى لي سنة ما بين الشغل ومدارس وزحمة وكده عايزة بقى ايه ارتاح. عايزة حس ان انا اه على راحتي خالص فيه طاقة ايجابية حوالي. فطبعا بما ان المساحات بتبقى صويرة. فيست احسن احنا نفرشها بطريقة زكية بحيس انه استغل كل كل ركن في البيت. اه. استغله احسن استغلال. طبعا. اولا ان انا ما جيبش قطع اساس مبالغ فيها في الحجم. ما جيبش القطع اساس كتيرة. بما اني في مصيفة معنا كده ضيوفي كتير. اه. هيباتوا. ناس عائلتي بتاع. فلازم اجيب اه اساس قابل ان انا يعني مثلا زي الصوفة بدي. الكنبة اللي ممكن افتاحها بالضبط. تبقى سرير. عشان اخد اكبر قدر ممكن من الناس اللي هتيجي تعود عندي وتبقى عندي. فلازم الفرش عملي. اه. ففرش المصايف لازم يبقى مش كبير. حجمه معقول. اه. مش صغير قوي. يبقى حجمه مظبوط اه لمن مساحة. ويبقى عملي. اه. يبقى الوانه كلها برضو الالوان الفتحة الحلوة. الخامة بتاعت الخشب تبقى الخشب اللي بيستحمله الرطوبة. زي خشب العزيزي الموسكي. وتقابل بقى فيك انواع خشب كتير تستحمل الرطوبة. ماتبصش وتبقى سهل التنظيف والصيانتها سهلة. اه. نفس القصة في التنجيد. يبقى برضو القماش اللي ما يبقعش اللي سهل تنظيفه. الحاجات دي كلها لازم نحطها في اعتبارنا. اوكي. اه. نهتم برضو بالزرة. يبقى في نباتات كتير في البيت. لاني دي العطاية السحرية. اللي بتتوسع المكان وبتدي طاقة ايجابية وبتدي شكلة حالو. اه. مفيش مبالغة في الاكساسريز. ما نعملش اكساسريز كبيرة خالص. تبقى حاجات بسيطة تدي شكلة حالو. الكسورات كلها حاجات بسيطة. بالزبط. نحط ارفف. اه نعمل مكتب التلفزيون برضو. رفاية كنت مش حاجة كبيرة. اه. حاجات كلها خفيفة وبسيطة. اه. وسهل ان انا اتحرك في البيت يعني. اكي. هو الهدف انه يبقى فيه مساحة اعرف. اطفال تتحرك وتجري. وطبعا في وقت التشتيب. اه. بقى واخدة بالي انه الارضيات تبقى سيراميك او روخام خشن. اه. سيراميك خشن. عشان انتي عارفة ملي بقى جايين من البحر رجلنا مابلولة ورملة. وميبقاش حديد زحلة ما يبقاش الرملة بهد الارضية. فنبعد طبعا عن الخشب والحاجات دي. اه. فدي الحاجات اللي نراعيها طبعا في المصيف. الالوان بتاعتنا تبقى فاتحة. اه. عشان تعكس برضو اضاءة. اه. مسلا ايه الحاجات التانية. استتاير. استاير ممكن برا في تبقى حاجات خفيفة اه شفافة. انما في قوض النوم عشان احنا طبعا في الصيف وبنزهر. اه تبقى حاجات تقيلة. تقيلة شوية. عشان تمنع الاضاءة كده ما تضايقش اللي نايم. اه ايه تاني المطابخ. ما نعملش مطابخ بقى مليانة حاجات كتير ومعدات الامهات الشطورة قوي دي لقى نقلل شوية تبقى حاجات عملية. اه. والمطبخ مفتوح كده على الصفرة عشان يبقى فيه مساحة احسن. وتبقى اللي هو مقلة ودل يعني الحاجات الموجودة في المطبخ هي دي اللي هستخدمها. اوكي. بالزبط. بس.